الموضوع التنقل في الجو الهدف تعرف الحيوانات التي تتنقل جواً والأعضاء المكيفة لذلك أبحث أصف عصفوراً أثناء الطيران أثناء الطيران يقوم العصفور بالاعتماد على ضربات الجناح السريعة مع بذل جهد وطاقة كبيران عند التجديف يضرب الجناح إلى الأسفل وإلى الوراء بحيث أنه يحصل على ارتفاع وأيضاً على تقدم بالمسافة أسمي طيوراً لا تطير من بين الطيور التي لا تستطيع الطيران النعامة والبطريق الإشكالية كيف يتنقل الطائر؟ أتثبت أتأمل طائراً يتنقل في قفص وأصف حركاته تكون حركة الطائر داخل القفص مكبلة بعض الشيء إذ لا يستطيع التنقل والحركة بصفة طبيعية أتأمل طيوراً تطير ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن جميعها يقوم بنفس حركة التنقل أصنع طيارة من الورق ثم أدفعها في الفضاء ماذا ألاحظ؟ عند صنع طيارة ورقية ودفعها في الفضاء نلاحظ أنها تطير ضد اتجاه الريح أعلم أن النعامة طائر فاقد القدرة على الطيران بسبب زيادة وزنه لكنه قادر على الجري بسرعة كبيرة ولمسافات طويلة ويمكن أن تعادل سرعته سرعة الحصان أطبق في الطبيعة طيور تطير وأخرى لا تطير هذه بعضها أقوم بتصنيفها حمام شحرور لقلق إوزة صقر بطة غراب نورس نعامة بطريق بجعة طيور تطير حمام شحرور لقلق إوزة صقر غراب نورس بجعة طيور لا تطير بطة نعامة بطريق أتأمل الطيور وأبين سبب تنقلها أسرابا سبب تنقل الطيور أسرابا عدة منها العيش في شكل تجمهر لاكتساب الحماية من الضواري وارتفاع فعالية البحث عن الطعام وللهجرة أيضا هذه مجموعة من الحيوانات أصنفها وأذكر نقاط التشابه إلى كل مجموعة عصفور عصفور قط نمر غزال حمامة بطة بقرة دجاجة كلب ببغاء أسد حيوانات ثدية حيوانات ثدية قط نمر غزال بقرة كلب أسد طيور عصفور حمامة بطة دجاجة ببغاء أعلم أن الخفافيش حيوانات طائرة يتألف جناحاها من غشاء جلدي مضاعف يصل بين الطرفين الأماميين والطرفين الخلفيين ويمتد من هذين الأخيرين إلى الذنب أقيم مكتسباتي تطير الحمامة ولا تطير النعامة أفسر السبب السبب في عدم قدرة النعامة على الطيران هو وزنها الزائد أنشطة توسع وامتداد السرعة القصوى لطائر الخطاف هي 200 كم في الساعة أما سرعة الصقر فهي 160 كم في الساعة فما هي سرعة القصوى لبعض الطيور الأخرى التي تعرفها تبلغ سرعة النعام 70 كم في الساعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر